بمشروع نسائي فريد من نوعه افتتح في غزة اول مقهى خاص للنساء فقط خلونا نعرف اكتر عن هالمشروع بالتقرير التالي تعتبر المقاهي في قطاع غزة حكرا على الرجال وقل ما نجد حضورا نسائيا الا في النطاق العائلي لذلك خطرت فكرة انشاء اول مقهى خاص في النساء في غزة تشعر الفتيات بسعادة غامرة عند احتساءهن فنجان القهوة الصباحي في المقهى كحال كثير من الفتيات الفلسطينيات في قطاع غزة وتقول احدى زبائن المقهى ان ما يميز هذا المقهى انه خاص بالنساء فقط في وقت يمنع على النساء في غزة ارتياد المقاهي لانها حكر على الرجال في عندك البلياردو الكثير كثير حلو يعني الواحد عن جد بيجي هنا كافة مهارات وهيك ممتاز جدا احنا منيجي هنا الصباية منلعب بالبلياردو غير هيك يعني في ممكن الواحد يعمل حفلات هنا حفلة عيد ميلاد حفلة تخرج لانه مكان معروف للبنات بس تعرب السيدة هيبة عن سعادتها بافتتاح اول مقهى خاص بالنساء وتقول انها تعتبر مجتمع ذكوريا بامتياز في قطاع غزة لذلك لا مجال لوجود المرأة في اماكنه يتواجد فيها الرجال بكثرة جاءت فكرة المقهى اللي هو باعتبار كعمل في نادي الجلاء في قسم الروضة ومديرت الروضة انو ناد الجلاء هو مبنى قائم في شرع الجلاء بتكون من ثلاث طوابق الطابق الارض اللي هو موجود في الروضة الطابق الثاني هو جيم خاص في السيدات وفي الشباب السيدات في فترة الصباحية والشباب في الفترة المسائية في الطابق الثالث هو عبارة عن المقهى وصالة البلياردو اللي هي اكبر قاعة عرض للبلياردو في قطاع غزة في ناد الجلاء الفكرة جاءت من خلال أن المكان في الفترة الصباحية خالي من زوار الشباب خاصة لأنهم بتوافدوا على المكان بعد عملهم وطبيعة عملهم فبتوافدوا الساعة 8 فقررنا ننشئ مقهة خاصة فينا في البنات باعتبار المبنى في الفترة الصباحية للسيدات اخترحنا الفكرة على أنه يسمينه دعاء على رئيس النادي وأعضاء النادي وافقوا ورحبوا في الفكرة وقالونا نفذه فنفزنا فبتعتبر أنه المقهة أن يكون شامل جوانب عديدة فقط مش أنه عبارة عن مقهة بتناول تناول الكسات من الشاي أو الفنجين من القهوة لا فكانت الفكرة أنه يكون استغلال طاولة البلياردو أن يكون الست أو الصبية في قطاع غزة تمارس لعبة البلياردو تمارس الألعاب اللي بتكون تلعبها بينها وبين إخوتها وبين العائلة زي الشدة طاولة الشطرانج الظاهر أنه يكون لها في مكان خاص فيها كمان أنه بجانب هذه الألعاب اللي هي لعبة حكنا عنها البلياردو فيه كمان اللي هي الجانب الأدبي والثقافي أنه يكون فيه جلسات للقراءة للمناقشات فيما بينهم البنات أنه يكون فيه عندنا صالون أدبي خاص في المقهى فينا أنه إصدار كتاب لو سنوياً للمقالات وكتابات بيكتبوها البنات في المكان وتشير صاحبة المقهى إلى أن التصرف بتلقائية في الأماكن المختلطة غير متاح للفتيات موضحة إلى أنها لا تهدف إلى تشجيع منع إختلاط الجنسين لكنها تؤمن بأن النساء والرجال على حد سواء بحاجة في بعض الأحيان إلى مساحة من الخصوصية موسيقى